الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة مدرب معتمد بالجماعية الدولية للتصوير الرقمي بيرلين عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك السؤال الجاي ده السؤال المهم قوي بتقول أنا فقدت أسنان عايزة أعمل زراعة سمعت عن بلازمة الزراعة هل هي طريقة أمنة؟ خلينا بس نتفق على هكا أن بيطلع ترويجات وإعلانات ملهاش معنا الزراعة في الآخر هي زرعة مصنعة من التايتينيوم بتتحضر في العظم وتتحط جوه العظم وبننتظر الوقت المناسب لغاية ما يحصل التحام كامل بين الزراعة وبين العطل تمام؟ البلازمة هي حاجة بتتحضر علشان خاطر تتحط على اللسى علشان خاطر تساعد على الالتقام على سرعة الالتقام إنما هي ما بتغيرش عشان الناس بيديحك عليها يقول له إيه تعالى في جلسة واحدة هنعمل لك الزراعة بالبلازمة مفيش حي اسمها الزراعة بالبلازمة أصلا الزراعة البلازمة هي حاجة بتساعد على التقام منما تكنيك الزراعة واحد الزراعة حتم في 3 شهر هي بقى تتم في 3 شهر هتم في 6 هتم بقى تتم في 6 هاتبقى فورية؟ هاتبقى فورية البلازمة لا تغير من التكنيك طيب هل في حاجة أعلى من البلازمة؟ آه في حاجات أعلى من البلازما هي بيتسحب من دم المريض وبتكنيك معين بتطلع الBRB اللي هي اللي فيها بلازما ريتش بلازما ريتش ريتش بلازما أو بلازما جانية بالصفاح النموي حلو دي متجمع فيها الجروث فاكتور بتاع الجسم فاته لما تحطها في مكان الجرح بيليمه بسرعة لأنه جروث فاكتور بيعمل التقام سريع الأقوى منه بقى الBRF البلازما البلازت ريتش فيبرين دي الأعلى ليه؟ لأن انت بتجيب بقى نسيج كامل مش 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 حقن ده نسيج بقى كامل وبتحطه في مكان الجرح ومركز أكتر في الجروث فاكتور فبيعمل التقام أكتر بس لتنين في الآخر ما نتحكش على الناس ما رحش أقول للناس ده خبالك ده احنا عملنا ثورة علمية في الكون وجبنا البلازما ولا جبنا الBRF علشان خطر احنا غيرنا تكنيك الزراعة تكنيك الزراعة ما تغيرش دي عوامل مساعدة على الالتقام دي دي طريق التحضير الBRF الBRF هو مهمته إنه بيساعد على الالتقام مش أكتر إنما ما بيغيرليش للتكنيك ولا نقل ثورة علمية زي ما بلاش بلاش نبقى بمبيع يعني خليك دكتور خليك دايماً اتعامل على إنك الدكتور قولي الحقيقة العلمية هو حاجة مفيدة وبتعمل ثورة التقام ما تقولي المعلومة كده جابس اه ليه ليه أقول والثورة العلمية والاختراع والاختراع وجبناه وغيرنا العالم وغيرنا ما حصلش ورجعوا ليه مهلا مرجعية هو طعا مرجعوا ليه دي بتوري إن ال.. p r f بيساعد زي على الالتقام السريع للحالة إنما زي ما قولتلك هو ما غيرش التكنيك التقنية هي التقنية هي التقنية هى التقنية زي برضه إيه تجي لك حالات تقول لك إيه دكتور انت بتزرع بالليزر؟ يعني إيه حاجة بزرع بالليزر؟ ما لو هستعمل الليزر أنه نفتح الليثة ما هو ده ما اسمهه؟ زراعة بالليزر يعني المعلومه أنا هفتح الليذر الليثة بالليزر مش أكتر لكن ازرع بالليزر يعني يعني بعمل دريلنج يعني عشان التوصيف يبقى صح يعني بحضر جوه العضل بالليزر وده مش حقيقة طب اتحضر جوه العضل بنفس الطريقة الكونفنشنال العادية بتاعتنا اللي بنستعملها لكن ممكن الليزر لما افتح به يبقى مثلا بيقلل البليدينج بيقلل النزيف بيقلل القلم بيساعد على التقام اسرع اقولك اه لكن ما تقوليش دكتوران عايز تقنية الزراعة بالليزر مش حاسمها كده اصلا فعلشان الناس تبقى فاهمة ان فيه او يفرقوا ما بين حد طالع يعمل ماركتنج وحد بيتكلم طبي هي بتقولك الزراعة صعبة دمان كمان السؤال الداخل في الموضوع طب ايه الحاجات الحديثة اللي تخلوا الموضوع يبقى خفيف علي حالة الزراعة من اكتر اقسام طب الاسنان اللي استفادت من التكنولوجي خلينا مثلا نتفق ان وجود الاشعة سلسية ابعاد طفرة غير عادية في عالم التشخيص والزراعة مثلا في عالم التشخيص وعلاج العصب وفي الزراعة وفي الجراحة تمام كان زمان كان الزراعة جزء منها بيبقى تخيولي استميتد انت بتصور اشعة سلسية ابعاد فانت في خيل لان انت شايف صورة غير كاملة فدايما كنت بتفتح كتير علشان تبقى اشعة في العضم وتعرف تشتغل عليه وبرضو ما بيبقاش بدقة ما في الماء ظهرت الاشعة سلسية ابعاد زي ما انت شايف بنعمل قبل ما هنزرع خالص الكيس جات سورناها روحت بتعملها خطة علي جاي الزراعة هتتحط فين الناس مش فهمة ان العضم مش بس لو مركزين هنا العضم مش طول وعرض وارتفاع العضم اتجاه لو اخب بالك ان احنا بنلف الزرعة علشان تبقى جوه اتجاه العضم لان ناس كتير وشوفنا حالات كتير بتيجي الحالة حتى الزرعة دخلة في العضم ومعدية منه يعني اه هي دخلت خبطت في العض وعدت منها حتى تانية ليه هو متخيل ان العضم ااخد زاوية تسعين وهو العضم ااخد زاوية خمسة واربعين لو دخل في عضم على انه تسعين بزاوية يعني اواخد زاوية خمسة واربعين بزاوية تسعين ما هيهم عدي منه ونكمل لبرا هنا لأ انت بتحط الزرعة بتقيس الانجل او الزاوية دي مهمة جدا 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 زيها زي اهمية طول وعرض وارتفاع العضم طول وعرض وارتفاع العضم يحدد لي ابعاد الزرعة لكن اتجاه الزرعة فين احنا شفنا حالة حتى 12 زرعة انا بسمي الدكتور ده حط 2 صح حط 2 بالغلط في العضم يعني هو حط 2 ما انه حط 2 في العضم انا بقوله بقوله ان هو حطهم بالغلط ليه لانه حطت 10 برا برا العضم ليه لان لازم يبقى في خطة علاجية لكن في دا كاترة كتير متخصصين وبيشتغلوا الزراعة على الاصول الطبية السليمة خلص انا بفكرت بحاجة الغلط دي لما مهاجم يكون بيضيع فيه مهاجمين كده اه او طيب بقى واحدة منه جون اه جاله تمانين جاله تمانين فرصة اه جاله خمسمائة مليون فرصة اه و بالاخر جاب جون هو اخر ورجع كرة بدماغه بس في مرة رحمد اتخل وهو برجعها بدماغه داخل الجن خبط اتفاع داخل الجن هي فيه ناس بتشتغل كده وفيه ناس بتشتغل كتاب دايما 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 اعتمد في اختارك على الدكتور انا بطلع اتكلمه ومشانا بطلع ما تسمعش كلامي ما تاخدش كلامي على انه مصدق لان انا طرع زي زي احد اسأل شوف الكيسز اسمع كلام الناس شوف الناس قالت عليه ايه في ريفيوز النهاردة الحمد لله السوشيال ميديا والانترنت بقى في ريفيوز بتكي يعني الناس بقت الدنيا بقت مفتوحة تخش هتلاقي لا دا بيتقال عليه دا بيشتغل كويس نعم مش بيشتغل كويس الريفيوز دي مهمة الحالات مهمة الخبرة مهمة الفريق الطبي مهمة جدا مين الفريق الطبي اللي هيشتغل ولازم تسأل لان انا ممكن ابقى بشتغل ومعايا فريق طبي كلهم ولا واحد فيهم لواخد ماستر ولا مدرس في الجامعة والشغل ويسمي عندي فريق زي فريق مثلا البلاستيك وفريق ريال مدريد دا فريق ودا فريق اللي اتنين دول فريق فرقتين البلاستيك وريال مدريد ريال مدريد منطقة على اعلى مستوى باشي السنائة يا باشي ايه برشلونة بان انت بتحب برشلونة لا لا انا بحب ريال مدريد انا بتكلم انا بتكلم على ليفل مانشستر سيتي بتكلم على فروق ماشي اه انت بتذكر اسامي زي ما بقولك بقى كده فيه في طب الاسنان فرق زي برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول ويوفينت يعني زي الفرق الكبيرة فيه وفيه فرق مجهولة اما اروح عنده دكتور اقول له ممكن بقى الفريق بتاعك السيفي بتاعه لما يبقى السيفي بتاعك فيه استاذ مساعد في اعرق الجامعات لما يبقى السيفي بتاعك فيه دكتور ممتحن في هيئة الممتحنين في قدنبرا مش واخد زمالة من قدنبرا ده في هيئة الممتحنين في قدنبرا لما يبقى الفريق بتاعك التركبات معظمه من جمعة من جمعة عريقة مدرسين فيها ده اسمه فريق منطقة ده فريق عنده حاجتين وخبرة عنده الشهادات وعنده الخبرة وعنده النتائج فداي فدايما دايما وانا بدور اسأل ومش عيب ان انا اسأل راح اي صحتي ماينفعش يا جماعة يعني صحتي ده انت بتروح عشان تشتري عربية بتفضل تلف وتشوف واجرب عشان اشتري بدلة بافضل اشمع انا في الصحة دي احنا هنا في مصر قلبك جامد قلبك جامد ليه على نفسك اسأل ده فيه البنت عشان تشتري فستان بتقعب مسلا سبع ثمانت ايان تغلب اهلها كلهم لا اهل اصحابها بانا بقولك اشمعنا بقى اهنة بس انا بيجي لي حاجات تداية بيجي لي حاجات تداية طب انت عملت اسنانك كده ازاي؟ اصدنا روحت وطب انت سألتي على الدكتور اللي اهملك التجميل ده عارفة؟ لا طيب اه شفتي شغله؟ لا طب اصدنا مشيت ازاي بالسنان دي من عنده؟ مش عارفة مش معنى دي مش عارفة انت بتغلب تكون حواليك لما بتكوني عايزة تختاري حاجة ليه في صحتك؟ بتيجي في دي واخش بقى ابوز الدنيا انت عارف الرجالة والله العظيم عندهم بالتهور ده تخيل بقى في صحته؟ في كل حاجة رجالة مش متهورين في صحته؟ بيضاء هو اصد اقولك مع ان المفروض الطبيعة الطبيعة الستة بتخلي الستة بتخاف على نفسها اكتر لان هي يعني الحاضنة للحياة اه فهي اللي المفروض بتحافظ على نفسها بس هي ثقافة خلينا نتفق ان الثقافة بتأثر في الجين نفسه يعني ممكن يبقى جينك سليم وثقافتك تبوزه احنا الحمد لله عندنا هنا ثقافة محتاجة لعات تأهلة هقولك على كده فعلا دي بالحتة بتاع الثقافة دي واحدة بتقولك انا عملت الزراعة في سناني وعملت اشعة عادية قبلها اشعة عادية بس من وقت الزراعة انا متقلبة جدا شوف بقى الحتة الجبيلة بقى ممكن تقول الزراعة فشلت ممكن والله تقريبا ممكن نتخيل انها فشلة والله يا فندم احنا نتفنع يعني يكون احنا دلوقتي في عصر انا اسف جدا زراعة عبدون اشعة سورسيتة ابعد كأنك عايز تتحج دلوقتي بالجمل يعني عندنا النهاردة كل التكنولوجي اللي تأهلنا ان احنا نعمل اجراء طبي بنسبة نجاح بتوصل لتسعة وتسعين في المية ليه اعتمد طرق واعتمد اه طرق تشخصية اه ما تدينيش المعلومات الكاملة وانا بقى اكد تاني علشان الناس كل مرة اجي اتكلم في الاشعة سورسيتة ابعد تلاقي نوعين من البشر حالات تقول لك عصر دكتور نور عايزنا نيجي نصور اشعة سورسيتة ابعد على فكرة احنا كنا بنطلب الاشعة سورسيتة ابعد قبل ما يبقى عندنا جهاز الاشعة سورسيتة ابعد احنا جبناها بس تسهيلا على الناس لكن احنا طول عمرنا لما كنا بنزرع اول ما ظهر جهاز الاشعة سورسيتة ابعد كنا بنبعت نطلبه زي بالزبط لو واحد رايح يعمل عملية في الغدروف هينفع يروح للدكتور يعمل العملية بدون اشعة رانين في دكتور تتخيله هيعمل عملية غدروف بدون اشعة هينفع وارد شفتها قبل كده اشمعنا دلوقتي لما ظهرت الاشعة سورسيتة ابعد وبنطلبها الناس تقول لك هو مليئ فاكرينها صفصتة مننا لأ هي طول اداء بتديني معلومات كافية ان انا عمل لك زراعة ان شاء الله بنسبة نجاح تسعة وتسين في المية لان بقى ماسك فكك في ايدي فعارف كل المعلومات عنه لكن علشان اروح اتهور واشتغل وخلاص وتجي بقى الزرعة تخش جوه العظم لأ ما تخشش حجمها مش مظبوط كل دي اخطاء انا شاب برضو ان الحلق لها يعني في جزء كبير خطأ عليه الكلزة التانية بتقول سؤالي عن الزراعة الفورية انا عندي احساس ان عدمي ما يستحملش الزراعة الفورية دي انا طول عمري عدمي بيوجعني وعندي هششة عظام طبعا طبعا السؤال يعني تحس برضو انه مش واضح هو هو فكرة اه ايه هي الزراعة الفورية اه بزرع يعني عشان نفهم الناس الزراعة اه فطرقها مختلفة في ان انا عندي سنة او درس هيتخلعوا غير قابلين للعلاج فهيتخلعوا نخلعها ونزرع مكانها دي اسمها زراعة فورية تمام لكن في حاجة اسمها الزراعة والتركبات الفورية دي حالة تانية انك بتزرع وبتركب الجزء الخارجي على الزرع في نفس الوقت دي لها شروط لو ما توجدتش ما ينفعش تتعامل اهمهم الربط قوة الربط قوة ربط الزرع والدكتور بيربط الزرع لو وصل لقوة ربط معينة ساعتها بس ممكن يركب على الزرع فورا يعني يركب الجزء الخارجي فور فهنا لازم نفرق ما بين الخلع والزرع دي اسمها زراعة فورية وبين فكرة الزرع والتركيب الفوري التركيب النهائي الفوري وده زي ما قلنا ما بيحصرش غير بالشروط معينة فكرة بقى ان وجع ان في وجع في العظم لأ اللي لازم نشوف نصور اشعة ونشوف ايه مشكلة الوجع هل فيه انفكشن فيه عدوى فيه اماكن فيها اه مشاكل اه احيانا بيحصل تآكل في عظم الفك لدرجة ان العصب يبقى مكشوف يعني عصب الانفرير الفلير ده اللي هو اللي ماشي يماسك الفك السفلي يبقى مكشوف يبقى لما يجي يأكل يبقى بيضغط عليه فده لازم يتعالج فلازم نعرف ايه المشكلة عشان نعليك كل ما قدمناه في طب الاسنان في السنوات الماضية كان من اجل الثقافة نحن نريد ان نثقف العالم العربي نثقف العالم العربي في اهمية الاعتماد باسنان ايضا من ضمن احداثنا المهمة ان احنا ابرزنا مهارة الطبيب المصري ده هدف للبرامج في كل برانشاته الطبيب المصري ده احنا بندافع عنه بندفع عن قمته بندفع عن مهرته بندفع عن إمكانياته بندفع عن اجتهاته بندفع عن أسماؤه صحيح إن إحنا ما نقدرش نطلع المئة وخمسين ولا مئة وسبعين ألف طبيب مصري نتمنى إنهم يطلعوا معنا كلهم فإحنا بنا نطلع أو معبرين ثقافة والتعبير عن قوة طب المصري دون أهداف ده الحقيقي يبقى إنه ده يتقبل بشكل جيد جدا في العقلية العربية ضيف العزيز صديق العزيز والزميل العزيز وزي من قلت عشرة العمر نورتنا دكتور نور وشرفته بهذه الزيارة هل كتايمة معنا الزيارة